السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الصف الخامس الابتدائي ان شاء الله النهاردة هنشتغل معاكم منهج كونكت فايف الصف الخامس الابتدائي الترم التاني من كتاب ستبق اهد بدأنا في يونت تن وان شاء الله النهاردة هناخد لسن تو بعنوان لاتس فايند اوت لاتس فايند اوت قلنا لاتس بيجي بعدها الفيرب في المصدر لاتس يجي بعدها الفيرب بدون اي اضافات تعالوا نشوف الفكابلوري بس ياريت تدعموا الفيديو بلايك ما تنسوش تشتركوا في القناة ولو عايزين اي حاجة تسبولي في الكومنتات هنا بيقول لنا الفكابلوري مونيمنت مونيمنت يعني اصار مونيمنت ارتيفاكت يعني تحف اثرية باينتنج مش باينتنج باينتنج يعني لسومات او لوحات طوم tom Coumbara hieroglyphics 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 اللي هي الكتابة الهيروغريفية hieroglyphics hieroglyphics الكتابة الهيروغريفية Structures Structures يعني مباني Evidence Evidence يعني دليل Evidence Facts Facts حقائق Signs Signs عالمات Symbols رموز Signs and symbols عالمات ورموز Water carriers يعني أو عية مياه أو الحوامل بتاعة المياه Carrier هنا من كري يحمل Carriers اللي هي الحوامل Water carriers اللي هي حوامل المياه Daily life Daily life Daily life يعني الحياة اليومية Special occasions Special occasions Special occasions يعني مناسبات خاصة Feasts Feasts عيات هنبدأ من أول هنا بيقول لنا Read and learn How do we know So much About life In ancient Asia يعني إحنا إزاي عرفنا حاجات كتيرة دي عن مصر القديمة إزاي وصلنا للمعلومات اللي كانت عندنا دي أو المعلومات اللي عندنا دي عن مصر القديمة طبعا مصر القديمة دي من آلاف السنين بيقول لنا There is lots of evidence يعني في الكثير من الدلائل Evidence يعني دليل That tells us about life in ancient Egypt بتحكي لنا عن الحياة في مصر القديمة Evidence is facts or signs that show clearly that something exists or is true بيقول evidence دي يعني الحقائق والحقائق الدلائل دي حقائق is facts أو signs علامات بتوري لنا that shows clearly بتوري لنا بوضوح that something exists يعني وجود شيء ما أو إن الشيء ده ايه true صحيح تمام طيب يعني الدليل ده هو حقيقة أو علامات بتوري لنا بوضوح أو بتظهر لنا بوضوح وجود شيء ما أو إن الشيء ده ايه موجود أو صحيح هنا نبدأ في البراجراف الأولاني بيقول لنا we can learn about buildings from ancient monuments احنا نقدر نتعرف على المونيمنتس الانشانت مونيمنتس دي اللي هي الابنية او المعالم الاسرية القديمة دي مباني كانوا بيبنوها عشان يحتفلوا بقى اشخاص ايه مهمين اوكي طيب ده بالنسبة للانشانت مونيمنتس طيب الارتيفاكتز بقى الارتيفاكتز دي قولنا اللي هي القطع الاسرية طيب بيقولنا القطع الاسرية دي هي اشياء طيب اشياء منين من الحياة اليومية بتاعتهم زي الفيزز اللي هي الزهريات او الوادر كاريالز القلل اللي هي حوامل المياه اللي بيحطوا فيها المية بتحكيلنا او بتخبرنا الناس كانوا عايشين ازاي طيب هنا بقى الباينتينجز اللي هي الرسومات بتقول ايه الرسومات بتقول الباينتينجز are on walls الرسومات دي على الجدران or paparious او على وراء البردي they show sense of daily life بتورلنا مشاهد او بتضرلنا مشاهد sense of daily life من الحياة اليومية بتاعتهم such as زي ايه the farmers working in the fields الفلاحين اللي بيعملوا في الحقول بتاعتهم or special occasions او المناسبات الخاصة such as زي الاعياد الفيستس and special events والمناسبات او الاحداث المهمة special events احداث مهمة طيب الهيروغلافيكس اللي هي اللغة الهيروغليفية الهيروغليفية هيروغلافيكس طيب بيقول هيروغلافيكس are ancient Egyptian writing samples and pictures اللغة الهيروغليفية هي رموز وصور الكتابة المصرية القديمة from hieroglyphics we can get evidence about life in ancient Egypt اه من الهيروغلافيكس دي من الكتابة الهيروغليفية دي قدرنا نحصل على ادلة عن الحياة اليومية في مصر ايه في مصر القديمة يبقى الكتابة دي كانت دليل على الحياة اليومية في مصر القديمة لما ظهرت لنا دلائل كتير اخر حاجة معانا هنتكلم هنا عن tombs طيب بيقول لنا ان الفراعنة او الحكام الفيروز الحكام او الفراعنة والناس المهمة اللي هما بقى النبلاء مثلا بيتدفنوا في مقابر جميلة beautiful tombs these also had other things people so they might need and information about their life اوكي بيقول برضو ان المقابر دي احتوت على اشياء اخرى مش على الاشخاص بس لا كان بيحطوا في المقابر دي او ناس اخرى زي اشياء اخرى زي ايه ممكن الجولوري بتاعتهم والمجوهرات الحاجات المهمة بتاعتهم كانوا بيعتقدوا ان هما بيحتاجوا الحاجات دي ومعلومات ايه عن حياتهم اوكي طيب اصار ايه قديمة فلازم يكون قديم المفروض ايه هنا يقولك an old building or statue evidence يعني دليل طيب facts that show something is true الحقائق اللي بتبين لنا ان الشي ده ايه شيء ما صحيح tom المقبرة people were buried here when they died او المكان اللي بيدفن فيه الناس لما بتموت hieroglyphics اللي هي الكتابة الهيروغرافية a kind of writing using pictures and samples هو نوع من الكتابة الناس بتستخدم فيه الصور والرموز painting صور a picture صور exercise on lesson 2 هنعمل match طيب يعني ايه evidence قلنا يعني ايه evidence قلنا يعني facts that show something is true الحقائق اللي تبين لنا شخص شيء ما حقيقي monuments قلنا ايه building or statue بس قلنا لازم تكون old painting قلنا picture artifacts يعني object like vase and boots letter of tom اللي هي المقبرة المكان اللي الناس بتدفن فيه لما بتموت letter d hieroglyphics هو نوع من الكتابة باستخدام الصور والرموز exercise number 2 complete monuments teach us about teach us about in ancient egypt building teaches us about buildings in ancient egypt number 2 monuments were built to were built to celebrate important people artifacts can give us information about artifacts بتدينا معلومات عن ايه daily life الحياة اليومية painting of paintings of a a مشاهد و special occasions مناسبات خاصة dot where and tom من اللي بيتدفنوا في tom hieroglyphics are dot and dot symbols and pictures هي عبارة عن a samples و pictures exercise number 3 read the text هنحل على طول we can learn about buildings from ancient a we can learn about building from ancient a انشان ايه انشان اعرف عن المباني ancient monuments paintings are on walls or on a papyrus الرسمات كانت على الحوائط او على البرد papyrus بربي هنا بيقول لنا number three why were monuments built اه ليه لماذا ها المونيمنت دي تبنت to celebrate important people to celebrate important people number number what do paintings show الرسمات دي بتبين ايه they show scenes of daily life مشاهد من الحياة اليومية number four punctuate how دو ده سؤال من غير ما نكمل نحط the question mark ونرجع للسؤال how اول letter capital do we know so much about life in ancient Egypt ancient a و e jib help me please help me please help me please اول letter capital بعد help me في كما و بعد please فلسطوب في الاخر his birthday is on thursday فلسطوب بعادي اول letter capital thursday t capital طيب no i don't know much about history جملة عادية فلسطوب او letter capital بعد no في كما او 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 وهنا عملنا الاباسترو في بتاعي don't مش هنحتاج او he traveled to america last january جملة عادية ال hf america capital january january capital okay circle the odd one monument certificate structure painting طبعا هنشيل structures مباني evidence library factory station هنشيل evidence دي اماكن و evidence دي يعني بمعنى دليل او حقاق celebrate statue exist طبعا تبقى statue تمام هنا هنكتب باراجرافة عن ancient Egypt عن مصر القديمة طيب هنا هنقول مثلا ancient monuments and buildings in Egypt teach us a lot about ancient Egypt ممكن نقول برضو we can learn about buildings from ancient monuments وممكن نقول ancient Egypt was a great country it had many great monuments like زي ايه المونيمنتس تمبلز and amazing paintings او كي ممكن نقول ان الفيروز were buried in large tombs او beautiful tombs او كي ام في حاجات كتير على فكرة ممكن نقولها من الليسن برضو ممكن نقول these are structures that were built to celebrate important people ممكن نقول ام 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 ممكن نقول حاجات كتير انا هكتب لكم برااجرافة سهلة ام 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 كلماته سهلة جدا اهو يتضمكم دلوقتي برااجرافة سهلة جدا وده يعني من اسأل الكلمات اللي ممكن نكتبها عن الانشنت ايج وبكده يكون لسنتو خلص لو عجبكم الفيديو بقى تنسوش تنعموا الفيديو بلايك ولو عايزين حاجة ريت تكتبولي في الكومنتات ولو مش عايزين تكتبولي برده في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته